ملامح مرحلة جديدة تتشكل في إيران في ظل رئيس جديد حكومة جديدة إذ قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تشكيلة حكومته إلى البرلمان الإيراني الذي من المقرر يعقب جلسة أخرى بحلول الأربعاء المقبل للتصويت على منح الثقة للفريق الحكومي وأعلن رئيسي أن ملفي السيطرة على انتشار فيروس كورونا وتحسين الوضع الاتصادي تصدران جدول أعمال حكمته تركيز رئيسي على الملفات الداخلية لا ينفي أهمية الملفات الخارجية والتي تحدث عنها الرئيس الإيراني مسبقا مثل الملف النووي الإيراني والمفاوضات بشأنه مع الدول الغربية إلى جانب طبعا العقوبة الأمريكية ما هي ملامح المرحلة المقبلة في إيران؟ طيفنا من طهران الأكاديمي والبحث السياسي دكتور محمد صالح صدقيان دكتور محمد أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار يعني كما ذكرنا بدأ اليوم البرلمان أولى جلساته لمناقشة أهلية المرشحين لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي قبل ما نغوص في الأولويات التي حددها الرئيس أود أن أسألك دكتور محمد هل لهذه الجلسات أي أهمية؟ أو هل يمكن أن يطرأ عنها أي تغيير على هذه الحكومة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين أنا أعتقد أن هذه المناقشة تناقش الكابينة الوزارية التي تقدم بها الرئيس إبراهيم رئيسي وبالتالي هناك مسار طويل لأن الوزراء هنا في طهران يناقشون كلهم على حدة والثقة الممنوحة تمنح للوزير وليس للكابينة الوزارية وبالتالي هناك توقع بأن البرلمان ربما لا يمنح الثقة هكذا تتوقع مصادر البرلمان أنه لا يمنح الثقة لثلاثة أو أربع وزراء خصوصا الوزارات الاقتصادية سواء كان وزير الاقتصاد ووزير العمل وشؤون الاجتماعية ووزير وزراء آخرين ربما أنه لا يحصلون على ثقة البرلمان وبالتالي هناك نوع من عدم الارتياح لهذه الكابينة التي تقدم بها إبراهيم رئيسي لأي أسباب دكتور محمد؟ اليوم تبعنا الرئيس الإيراني يدافع عن هذه التشكيلة بأكملها حضرتك ذكرت مسألة وزارة الاقتصاد وهي لربما من أهم الأولويات التي تحدث عنها الرئيس هذا صحيح جدا ولذلك هو دافع عن الكابينة وعن الوزارة وعن التشكيلة الوزارية دفاع مستميد وقال بأن هذه الكابينة هو يستطيع أن يعمل معها وطالب البرلمان أن يعمل مع هذه الكابينة ويمنح الثقة من أجل تحقيق الأولويات التي وضعها وهو أشار إلى نقطتين مهمتين هي الاقتصاد وجائحة كورونا صح صح وكلنا يعلم بأن هناك مشكلة حقيقية موجودة في داخل إيران قضية المشاكل الاقتصادية أنا كنت أتحدث عن الوعود التي أعطاها للمواطنين الإيرانيين سواء كان قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات بعد أنفاز بالانتخابات الرئاسية هو أعطى وعودا كبيرا للمواطنين الآن هذه التشكيلة الوزارية مصادر برلمانية وحتى الشارع الإيراني أيضا غير مرتاح لهذه التشكيلة الوزارية لأنها لا تؤشر على أنها تشكيلة قوية تستطيع أن تتحمل أعباء هذه المشاكل الكبيرة الموجودة في داخل إيران وتحديدا فيما يقص الوضع الاقتصادي لأننا نعلم بأن هناك مشاكل اقتصادية جمة كالتبخم والبطالة وارتفاع سعر الدولار يعني انخفاض العملة المحلية انخفاض القدر الشرائية للمواطنين هذه مشاكل يعني يجب أن تكون بيد وزراء فعلا منظرين مبدعين يستطيعون أن يفعلوا شيئا من أجل معالجة هذا بالإضافة دكتور محمد لربما للانتقادات التي توجه أيضا والتي تابعناها خلال النقاشات متعلقة بعدم تمثيل المرأة القوميات التيارات السياسية غير المحافظة في تشكيلته أمور عديدة هل ستؤثر على الرئيس يعني رئيسي وهل يمكن أن نشهد تغيير أم أنها ستمر بالنهاية هذا صحيح جدا الكابينة الوزارية لم تشهد تعيين أي امرأة أو سيدة في حقيبة وزارية هناك أيضا انتقادات من أن التشكيلة الوزارية لا تضم شخصيات إصلاحية أو معتدلة وإنما بشكل عام هي من التيار الأصولي المحافظة البعض يعتقد بأن هذه ظاهرة جيدة لأن هذه التشكيلة تتناغم مع البرلمان الذي تسيطر على غالبية مقاعده الشخصيات الأصولية المحافظة وبالتالي كل السلطات الآن بيد التيار الأصولي المحافظة وهذا معنى ذلك بأن هناك تنسيق في العمل وانسيابية في العمل هل ستنعكس هذه الانسيابية دكتور محمد على الملفات الخارجية يعني قبل ما ينتهي وقتنا خارجيا ينتظر الرئيس الكثير من الملفات هل ينجح بداية بخوض جولة سابعة الآن من المفاوضات بالشروط التي يريدها يعني اليوم ما الذي يقصد رئيسي بموافقته على مواصلة المفاوضات بشرط ألا تكون استفزازية أنا أعتقد بأن المرشح الأقوى في وزارة إبراهيم رئيسي هو وزير الخارجية مرشح وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان حسين أمير عبداللهيان صحيح هو في التيار الأصولي المحافظ لكن أنا أتحدث معه كثيرا هو عقلية منفتحة هو يريد الحوار مع دول عربية مع مجلس تعامل الخليجي دول مجلس تعامل الخليجي وكان سفيرا في البحرين هو لديه علاقات قوية مع سلطنة عمان وبالتالي أنا أعتقد بأن حسين أمير عبداللهيان من أقوى الشخصيات في وزارة إبراهيم رئيسي وبالتالي حتى عبداللهيان أيضا لديه تصور إيجابي حول مفاوضات فيينة مع الدول الغربية وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك الكثير من الأبواب المغلقة التي كانت في زمن حسن روحاني أعتقد بأنها سوف تنفتح من خلال السياسة التي يمتلكها حسين أمير عبداللهيان في علاقات دول الجوار الإيراني أو مع المجتمع الدولي عبر مجموعة خمسة زائد واحد ومباحثات فيينة شكرا جزيلا على قراءة الأكاديمي والبحث السياسي دكتور محمد صالح صدقيان حدثنا من طهران